من بكين على عنوان إصلاح الحوكمة العالمية مجددا فالرئيس الصيني تشي جي بينغ شدد على ضرورة أن تقود الصين وروسيا معا إصلاح الحوكمة العالمية ليمثل تعاون بينهما إلى جانب التعاون في منظمة شانجهاي ومجموعة بريكس الهدفة إلى قيادة الاتجاه الصحيح لإصلاح الحوكمة العالمية حماية للمصالح المشتركة لدول الأسواق الناشئة والدول النامية لكن ما أهدف المشروع المستجد هذا وماذا عن خلفياته وهل أثرت الحوكمة الحالية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة وماذا عن تسطر الدول الغربية بالحوكمة الحالية هي أسئلة تفرض التماعنا أكثر في مفهوم الحوكمة وماهيتها فالحوكمة يمكن وصفها بجملة الطرق المتعددة التي يدير بها الأفراد أو الدول شؤونهم المشتركة لاستيعاب المصالح المتضاربة إلا أن من يضعها يرغب سرا في السيطرة من خلال التسطر خلف اللجان المنبثقة من لائحة الحوكمة ولعل أبرز مؤسساتها الأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها لسيما البنك الدولي ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي وأحلاف مثل حلف شمال الأطلسي هي مؤسسات يبقى دورها حبيسا في بيئة دولية متعددة المصالح خاضعة للهيمنة توجه الصين وروسيا وربما غيرها من دول مستقبلا يطرح فرضيات عديدة فهل فقدت الدول ثقتها بالحوكمة؟ تقرير لرويترز كشف عن نشاط متزايد في عمليات إعادة الاحتياطات الذهبية إلى أوطانها في توجه يأتي في أعقاب العقوبات غير المسبوقة التي يفرضها الغرب على روسيا ودول أخرى تعارض سياسته ومن غير المستغرب أن تبذل البلدان المهيمنة حاليا وعلى رأسها الولايات المتحدة قصار جهدها لإحباط مثل هذه الجهود كمثل سعيها لنسف جهود الصيني في إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار وعرقلتها مسار إنشاء سلطة قانونية دولية للتعامل مع الديون والتمويل بعيدا من نفوذها